يمثل فن صناعة الملابس بشكل خاص تعددية ثقافية والفنية بالمغرب وذلك بفضل إبداع مصممين جعلوا من اللباس التقليدي جوهرة ثمينة للثورة المغربي ويجد الزائر لمختلف الأروقة المخصصة لهذا القطاع بمناسبة الدورة السادسة للأسبوع الوطني لصناعة التقليدية بمراكش كل ما يحتاج إليه من الملابس التقليدية كالقفطان والتكشطة والقميس والقندرة والجلبة والجبادور والسراويل والسلهام وغيرها وفي مشهد يجسد تقطع ثقافات يلجأ المصممون التقليديون إلى استخدام أشكال أصيلة ومواد تمينة مع الانتباه إلى أدق التفاصيل لنسج ملابس أنيقة بالنسبة المنتج المغربي تطور القفطان المغربي كان ديره الأصارة والمعصارة الخدمة المعلم بزادي أشكالات وكانه كين إقبال في هذا المعارض بالنسبة الأجاني بالمغاربة يعني كين طلبيات كثيرين الحمد لله اللي فتحوا لنا هذا المجال ديال هذا المعارض الحمد لله تنشاركوا على الأقل 1 الربعة ولا 5 ديال المعارض أنا بلتنهضر شخصيا شاركت معارض جهوية معارض وطنية معارض دولية الحمد لله دعم لقينا فرص التسويق أما لأن الصناعة كترت وتعرف الدورة السادسة للأسبوع الوطني لاصطناعة التقليدية التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمدين السادس إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوع ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف وهي تونس وموريطانيا والشيلي وإندونيسيا والهند